وخلال المؤتمر أكد مدبولي أن الاتحاد الأوروبي أبدى رغبة واضحة في أن تكون له الأولوية في صفقات الغاز المصري خلال الفترة المقبلة وفيما يتعلق بالأزمتية الروسية الأوكرانية أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تحركت بشكل سريع لمواجهة آثار الأزمة عن طريق توفير أسواق بديلة للقمح والسياحة بعد تأثير الأزمة عليهما الموضوع ليه تدعيات كبيرة جداً الأزمة ولازم كلنا كمصريين نبقى حاسين بيها إحنا كنا بنستورد 42% من احتياجاتنا من الحبوب من الدولتين روسيا وأوكرانيا كان 31% من عدد السياح اللي بيجولنا كانوا بيجوا من الدولتين فكل ده المفروض ليه تدعياته الكبيرة اللي كانت المفروض تعمل لنا اضطراب شديد كحكومة وكدولة في التعامل مع هذا الموضوع ولكن احنا على طول تحركنا وبتدينا ازاي نوفر أسواق بديلة للقمح وكمان أسواق بديلة للسياحة احنا على طول ما سكتناش وتستسلمنا للموضوع احنا تحركنا وفي أيام وفي أسابيع علشان نقدر ان احنا ازاي نعوض هذه التدعيات اللي حصلت لكن لازم نبقى واخدين بالنا ان تدعيات الحرب دي فرضت علينا أعباء مالية ضخمة جدا كمصريين نبقى عارفين احنا النهاردة بقى في 130 مليار احنا حطناهم كتأثير مباشر بيحصل وحيحصل للفترة الجاية نتيجة لزيادة أسعار السلع الاستراتيجية زي الأمح والبترول وحتى أسعار الفايدة اللي زادت مع ان فيه 335 مليار تانيين دي تأثيرات غير مباشرة احنا خدنا اجراءات حماية اجتماعية حضراتكم عارفين احنا بدرنا زيادات صرف المرتبات والمعاشات وخدنا اجراءات تانية بدل ما كانت حتبدأ من واحد سبعة بدأناها من واحد ابريل علشان والدولة هي اللي بتتحمل هذا الكلام علشان نقدر ان احنا نخفف شوية من وطقة هذه الأزمة على المواطن المصري لكن طبعا كان عندنا تحديات كبيرة جدا كان عندنا حصل نتيجة لهذه الأزمة خروج لرؤوس الأموال السخنة اللي كانت موجودة والاستثمارات ولكن يعني احنا الحمد لله نتيجة يعني جهد الدولة والقيادة السياسية اتحركنا علشان نعوض هذه الخرجة هذه الأموال